رجع بخفي حنين قول عربي مأثور ربما يصدق على الطاعنين في نتائج الانتخابات النيابية في العراق والمطالبين بإعادة العد والفرز اليدوي فبعد جدل سياسي وقانوني وقرار من قبل مفوضية الانتخابات بإعادة عد وفرز مراكز الاقتراع المطعون فيها وبعد اتهامات بالتزوير أعقبها منع أعضاء المفوضية من السفر خرج القضاة المنتدبون ليعلنوا أن النتائج الجديدة تتطابق مع المطعون فيها بنسبة 99% نتائج وصفها القيادي بالتحالف الوطني الحاكم محمد الصيهود بأنها مشروع تسوية بين القتل السياسية والتفاف على القانون من خلال مخالفة قرار إعادة العد والفرز بكل العراق وانتقاء محطات محدودة وفرزها كما أنها وفق تصريحات لوزير في حكومة العبادي تأتي استجابة لضغوط مارستها المرجعية في النجف من أجل اعتماد النتائج والذهاب سريعا للحكومة الجديدة خوفا من ضغط التظاهرات وتطورات الأزمة الإيرانية الأمريكية وانعكاساتها على الساحة العراقية زعيم الجبهة التركمانية أرشد الصالحي من جانبه أكد أن النتائج الأخيرة تعد إعلانا عن انتهاء التداول السلمي للسلطة في العراق مضيفا أن الأمر أصبح الآن منوطا بالمتظاهرين الذين دعاهم إلى التعبير عن اعتراضهم على هذا السيناريو القائم على أساس صفقة مشبوهة في حين تساءل ماجد شينكالي القيادي في التحالف الكردستاني عن مدى شرعية قرار المجلس المنتدب باعتماد نتائج الصناديق التي أحرقت في الرصافة وإذا ما كان ذلك يعد سقوطا على التزوير وقبولا به في المحصلة فإن العراق بحسب مراقبين مقبل على حكومة جديدة ناتجة عن انتخابات غير شرعية شهدت خروقات وتزوير فاضح بحسب تصريحات حكومية وقضائية وبرلمانية غير أن قواعد اللعبة السياسية في العراق لم تلقبالا إلى أصوات العراقيين المهدرة لتؤكد أن أصل الداء في العراق يكمن في عملية سياسية فاسدة باتت الثورة عليها واجب الوقت لبناء مستقبل عراقي جديد